والآن ننتقل إلى ضمياط وانضم إلينا مرسلنا محمد حداد مرحبا بك محمد كيف يبدو الوضع لديك؟ هل يعني درجات الحرارة أفضل قليلا في هذه المحافظة الساحلية؟ نعم دينا أرحب بك وأرحب بجميع السادة المشاهدين من هنا من مدينة ضمياط بالفعل يعني هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مدار اليوم ولكن هذا لم يمنع الناخبين من الوصول إلى المقار الانتخابية نحن الآن متواجدون أمام اللجنة الانتخابية الخاصة بمدرسة ضمياط الثانوية العسكرية وأيضا كنا نتابع مدرسة اللوذي الثانوية ونتابع أيضا اللجنة الموجودة في المعهد الديني بمنطقة الأعصر بضمياط هناك حالة من التوافد الناخبين إلى هذه المقار الانتخابية وهناك التزام من جميع أطراف العملية الانتخابية بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحفاظ على التباعد الاجتماعي وأيضا ارتداء القفازات أثناء عملية التصويت واستخدام الأقلام المستخدمة في عملية التصويت أيضا ملحوظة هامة جدا أن عملية التصويت تتم بكل سهولة وبكل يسر دقائق معدودة ما أن يصعد الناخب إلى مقر لجنتها الانتخابية أقل من خمس دقائق وتتم عملية التصويت هناك تسهيل كبير جدا وسهولة ويسر في الإجراءات التابعة لعملية التصويت وعملية الانتخابات أيضا هناك التزام كبير بالإجراءات الاحترازية كما تكرت لكي وأيضا هناك جولات تفقدية لعدد من المسؤولين في محافظة دميات سواء كان الدكتورة منال عوض محافظة دميات كانت معنا على الهواء منذ قليل وأثناء جولاتها التفقدية على العدد من اللجان الانتخابية وأكدت أن العملية الانتخابات تسير بكل سهولة وبكل يسر ولا توجد مشكلات حتى هذه اللحظة وأن غرفة العمليات المركزية في ديوان عام محافظة دميات موجودة على مدار اليومين سواء اليوم أو غدا وترصد جميع الملاحظات على العملية الانتخابية وأن هناك تنصيق كبير جدا يتم بين غرفة العمليات المركزية وبين رؤساء الأحياء والمراكز والقرى المختلفة في محافظة دميات أيضا مدير أمن دميات كان موجود منذ قليل وكانت هناك جولة تفقدية له على العدد من اللجان الانتخابية في محافظة دميات نستطيع أن نقول أن حتى هذه اللحظة الأمور تسير بسهولة ويسر وأن هناك التزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأيضا هناك اهتمام كبير جدا بالإجراءات اللوجستية وتوفير مظلات وأماكن مخصصة لكبار السن وكراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة حتى تتم هذه العملية بنجاح بشكل يليق بمصر ويليق بشعب مصر أشكرك شكرا جزيلا على طيب المتابعة وعودة إليك دينا زهرة في الاستوديو وأنا أشكرك بدوري محمد حدد مرسلنا كنت معنا من دميات